غدات إعلان تركيا عزمها العمل على إرساء منطقة عازلة داخل سوريا لحماية الهاربين من القمع الدموي إلى أراضيها أعرب اللاجئون عن أملهم في جعل هذا الأمر واقعا مئات السوريين يعبرون يوميا الهضاب بين سوريا وتركيا باحثين عن ملجأ داخل هذه الخيام في محافظة حتاي الحدودية أولا كما نعلم قال له أشو صبرك على المر قال له الأمر منه فنحن بالحقيقة أنا وأنت وجميع الناس لا يجدوا الراحة والإطمئنان الحقيقي إلا في بلاده ومسقط رأسه في سوريا أنا والله أستنى أن نعود إلى ديارنا أن نعود إلى أوطاننا إلى بلادنا ولكن نأمل من الحكومة التركية إذا كانت قد قالت بأنها فعلا على إنشاء منطقة عازلة فنحن نتمنى أن يكون هذا الشيء بأسرع وقت 14700 لاجئ سوري باتوا اليوم بحماية السلطات التركية بعد أن اجتاز 250 شخصا الحدود الجمعة وقبلهم نحو ألف هاربين من المواجهات العنيفة في إدلب ترجمة نانسي قنقر